سيد محمد الخالدي الجزائرية لطرق السيارة بين مؤسسات الحيوية التي تشرف على تسهير الطريق السيارة وتجهيزه ما هي وضعية طريق السيارة شرق غرب منذ وضع حيز الخدمة سنة 2008؟ تفضل شكراً بدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الموصلين نشكركم على هذه الاستضافة وردانكم كريم كل عام ونتم بخير لكل الجزائريين ولكل الأمة الإسلامية طريق السيارة التاريخ في إنجاز التاريخ على مسافة 1200 و16 كم انطلقت الأشغال به في التسعينات وينقسم إلى ثلاث أقسام في الأول كانت طريق السيارة عبارة عن كونتون الموديفيل اجتناب المدن المدن الكبرى مثل البوليدا البويرا وكذلك القسنطينة وهذه الطرق السيارة في ذلك الوقت كانت على عاتق لمديريات الأشغال العمومية ثم في التسعينات انشئت الوكالة الوطنية لطرق السيارة وبذلك انطلقت الأشغال في عدة أشطر من طرق السيارة على مسافة 175 كم التي انطلقت الأشغال بها في أواخر التسعينات والشطر الثالث على مسافة 927 كم التي انطلقت الأشغال في 18 سبتمبر 2006 وهذه على مسافة 927 كم في الشطر الشرقي على مسافة 399 كم والشطر الوسط على 139 كم والشطر الغربي على 359 كم منطلقت الأشغال في هذه الأشطر الثلاثة في سبتمبر 2006 كما قلت وستلمت على كل حل الأشطر الشطر الأول استلمى في أواخر التسعينات أوائل 2003 والشطر الثاني استلمى من 2003 حتى 2008 والشطر الثالث على مسافة 927 كم استلمى من 2009 إلى 2010 في الشطر الغربي و2009-2012 في الشطر الوسط و2009-2015 في الشطر الشرقي وبقية 84 كم انطلقت الأشغال منذ البداية في سبتمبر ولكن يعني هذا الشطر هذا اللي بقية 52 كم انتهت الاشغال به في أوت 2021 وبقية 32 كم اللي هي في وشك الانتهاء نعم يعني كل 32 فقط كم بقية من طريق السياسة الغربي بقية 32 كم فقط إن شاء الله ستنجز هذه 32 كم قبل نهاية السنة الجارية وين تحديداً؟ من الطرف إلى الحدود التونسية أنا ذكر الطرف هنا في بعض الأسئلة متى يتم فتح الشطر الثرعان الطرف على مستوى 58 كم المنتهية منذ نسبة 600%؟ الشطر الثرعان الطرف على مسافة 840 كم انتهت الاشغال به وتستلم من حين لآخر من طرف سيد الوزير الأشغال العمومية والشطر الآخر ستنتهي الأشغال في السوداسي الثاني وتستلم إن شاء الله قبل نهاية السنة نعم بالنسبة للمشاريع المبرمجة في إطار توسيع الطريق السيار سيد محمد الخالدي أين وصلت وما هي أيضاً هذه المشاريع المسجلة؟ المشاريع المسجلة في الطرق السيارة الأخرى هي المنافذ المنافذ على مسافة 741 كم اللي هي الآن حيث الإنجاز وهذه للآخر حسب مشروع بمشروع على كل حال عندنا مدخل مثلاً بجايا أحنيف اللي هو عندنا 68 كم استلمت منه وهي قيد الخدمة وبقي حوالي 22 كم اللي هي الآن في طول الإنجاز وتبلغ نسبة الأشغال به إلى حوالي 80% وكاين مدخل جوجل صطيف وهذا عرف عدة عراقيل عدة عراقيل والإنجاز يعني نسبة الإنجاز 45 كم وسيتم إن شاء الله الإنجاز إن شاء الله الآن في طول الإنجاز عرف بعض العراقيل ما هي أطاس حديات هذه العراقيل؟ العراقيل هي أولاً تحرير في الأول كان الأمن في الطريق يعني الرواق يعني ماكش مأمن والدولة الجزائرية يعني وضعت الأمن على طول المسار والأشخاص انطلقت بعد ذلك وكذلك تحرير الرواق من كذلك عندنا بعض المعارضات من طرف المواتنين وعندنا كذلك توفير المقالع يعني الكاريار لزون دو ديبو لزون دونفران لزون الكاريار وكذلك المحاجر وكذلك تسخير يعني الالتزامات المالية للمشاريع هذه المداخل نعم ستعرف عملية الانتلاق قريباً أيضاً نعم ستعرف عملية الانتلاق إن شاء الله في الأيام القليلة بعد يعني التصدي بعض العراق نعم دائماً فيما يخص المنافذ سيد محمد الخالدي رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون كان قد وجه بإعادة دراسة بعض المشاريع في إنجاز المنافذ ما هي أبرز تحديات التي تواجهكم في دراسة هذه الروابط والمنافذ وما هي الإجراءات أيضاً التي تسمح باحترام مختلف مراحل الإنجاز المشاريع في هذه الأويدة الأخيرة من 2015 إلى يومنا هذا يعني أبرز تحديات التي توجهنا في دراسة الروابط والمنافذ هي التكلفة المالية لهذه المشاريع يعني هذه التكلفة المالية التي وضعت قبل دراسة هذه المشاريع يعني كاين دراسة أولية كاين ثم دراسة ملخصة ثم الدراسة تفصيلية ثم الدراسة التطبيقية الدراسة التطبيقية يعني الغلاف المالي الذي خصص لهذه المشاريع كان في الدراسات الأولية يعني ما كانش هكذا ما كنش نعرف عدد الجسور إذا كيف أنفاق لا 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 وغير ذلك وعندما تمت إنجاز دراسات المفصلة هنا تبين أن البشراء هذا تكلفنا أكثر ومع الدراسات التطبيقية التي هي الآن التي أنجزت من طرف المقاولين وكذلك اعتمادها بطرف مكاتب دراسات وكذلك عندنا المتابعات من الرقابة من مكاتب دراسات مؤهلة جداً وتم تصديقها كذلك ومتابعة صندوق الوطنية الجهيزات التابعة لوزارة المالية وكذلك عندنا المشاريع التي تتابعة معنا وزارة المالية على تمت الخبرة من طرق المفتشية العملي المالية لجياف كل هذه يعني رهي في طول الإنجاز وكذلك تكون هذه المشاريع على كل حال يعني تكون الفتحات تكون موضوعية دقيقة وموضوعية لماذا كيف يمكن تجنب الخلل في هذه الدراسات الدراسة الآن غير معمقة لأنه تذهب الأذان إلى أنه ربما قد يكون لك تلاعب في السفقات العمومية أكثر منه عدم نضج في الدراسات وهل أيضاً اعتماد دفاتر شروط نموذجية سيسمح بتقديم مشاريع نوعية من حيث الجودة واحترام الأجال والتكلفة أيضاً شكرنا على هذا السؤال للوجه الدراسات في الدراسات العامة في الدول المتقدمة أن الدراسات تكلف مدة إنجازها أكثر من مدة الأشغال مثلاً تكلف الدراسة مثلاً مئة كيلومتر من طريق الصيار تقدر بالك الدراسة تتكلف حوالي خمس سنوات وبذلك فيه دراسات أولية ومفصلة وكذلك فيه تحرير الرواق ونعرف كل العراقيل كل الأشياء التي نواجهها أثناء الأشغال وتسخر هذه الدك العراقيل وكذلك تنجز التكلفة المالية الدقيقة لهذا المشروع وبذلك نقول للإزالة ماتورة 100% نادجة نادجة وهنا لدينا تكلفة لذلك الإنجاز مشحال الإنجاز طريق مشحال تسخر الرواق مشحال وغير ذلك والتكلفة العامة يعني يخص لها الظرف المالة ثم تنطلق الأشغال يعني هكذا اللي يندل في المواصفات العالمية أما في المشاريع التي عشناها كانت على كل حال على حسب دراسات أولية ثم يعني كان مخددش الوقت الكافي مخددش الوقت الكافي وهذا على كل حال الثاني عنده دراساته يعني يعني الإكتراض يعني الترافيك رهي يزاد بالخف وما كانش الوقت اللي باش تنجز هذه الطرق يعني ربما يعني دوافع حتى تنجز هذه الطرق في أقرى بوقت نعم، بالنسبة لموضوع صيانة سيد محمد الخالدي أيضاً من طريق سيار شرغار ومراكس الاستغلام بين تحديات التي تواجهكم كمؤسسة خاصة وأنه هناك عدة أجزاء من الطرق عرف تدهور ما هي الإجراءات والتدابير الميدانية المتخذة لضمان سيانة الطرق السريعة أخذنا عدة عدة تدابير ومتخذة لضمان السيانة في الطرق السيارة أولاً أولاً مباشرة يعني نبدأ في السيانة في الأول كانت السيانة على عاتق مديريات الأشغال العمومية حوالي عشر السنوات من 2008 حتى 2018 2017 ومن بعد تنقلت هذه السيانة إلى الجزائرية لطرق السيارة يعني التدابير التي اتخذت حتى يعني ناخده باعتبار السيانة كما لازم الحال تم إنجاز 22 مركز للسيانة والاستغلال على طول طريق السيارة منها ثمانية في الشرق والسبعة في الواسط وسبعة في الغرب وكذلك تسخير أعوان مخصصين لسيانة الأشغال أستدراء أبا يا دين هذه في بداية من 2015 إلى يومين هذا تم على كل حال تسخير هذه الأعوان تدريجيا في الأشطر للطريق السيارة وكذلك الآن عندنا بعض المعدات التي نقتاليها إن شاء الله من المؤسسات الوطنية لصوناكوم مع مرسيدس هذه لنشر على كل حال بعض المعدات لإنجاز على كل حال الصيانة كالكاحسات وكذلك وغير ذلك يعني عدة تعتاد التي نقتنيها في هذه الأيام إن شاء الله حتى يعني نخذه بالاعتبار هناك منتوج وطني 100%؟ من إنتاج وطني 100% تابع المؤسسات الجيش الوطني الشعبي في إطار سيانة أيضا تفضل تابعا في الجيش الوطني الشعبي لنشكرهم على كل حال مع المتابعة معاهم مع المتابعة هم معنا يعني هذه الماتيرية له يجينا شيئا فشيئا الآن اقتلنا ربعة كسيحات يعني بريج عدنا ربعة زوجة رغمهم في المقطع الوسط اللي هو عرفت اكترار السير كثير واحدة في الشطر الغربي واحدة أخرى في الشطر الشرقي وزيدوا إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله خمسة واحدة أخرين يوصلونا حتى وين يعني كم نقول للبادي يعني سيلا شوصي يكون ناخدوه بالاعتبار بهذه الوسائل حتى نتجنب على كل حال لأن عملية تتم تنظيف يدوي من قبل الأعوام بطرق تقليدية ما يعرضهم أيضا حتى صحتهم للخطر إذا كتموا هذا الاعتراض للخطر لأعوان السيارة إن شاء الله نجنبها في المستقبل وهذه العتاد هي اللي تقوم هذه الأشغال وهذا الأعوان نخليهم باش ننظفوه يعني المكان اللي رغوا براه من الطريق السيارة يعني مكنسات آلية هي مكنسات آلية فيها فيها ديزوبسيون فيها ديكرا شايرك سيطر باش ننظفوه لكتافوت فيها ديزاسبيراتور حاجة اللي تكون بعيدة باش نتصبيرها وكذلك فيها دي بالي من تحت باش ننظف على طول المثل نعم، بالنسبة لتكلفة الصيانة تكلفة الطريق السيارة كم تكلف الصيانة سيد محمد الخالدي وما هي الأسباب اهتراء الطرقات وتداهورها بشكل كبير هل هو عوامل بسوء استخدام الطريق من قبل المرة أم عنده علاقة بالإنجاز أم ربما الحمول الزائدة رغم أنه كان مرسوم تنفيذي صدرة كيف يمكن التصرف في كل هذا؟ تفضل أولا التكلفة الصيانة حسب الأشطر كان في بعض الأحيان من 1% إلى 10% من إنجاز الطريق حسب التضاريس وحسب المكان وحسب الإهتراءات الإهتراءات أولا تعود إلى أحنا في الأول ما كاش عندنا تقنية الضبط على كل حال الوزن 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 كان دي باسمون دي شرش عندنا دراسة تطبيقية لنجزت بها مثلا الطريق السيار على سبيل المثال الحمولة أليس يورغ كانت تلتاشنطن والحمولة اللي عندنا يعني المسجلة من طرف الإخوة الدرك الوطني اللي شفتنا عاما قبل تفوت هذه الحمولات توصل في بعض الأحيان إلى الضعف يعني هذا يتسبب في الإهتراء الطريق بسرعة جدا والثاني أنه يعني لطافك اللي نجزت بها الدراسة في الأول واللي أنجزت بها الطريق والترافيك بارلا سويت أصبح يعني مضعف يعني الترافيك أصبح أكثر هذا كذلك يسرع في اهتراء الطريق وكاين بعض الأحيان أنجزت الطريق في مناطق صعبة عرفت بتضاريس صعبة نمر على الويديان نمر على الجبال فيها يعني دي جران جلسمو فيها دي زافيسمو فيها دي أكثر هذا على كل حال شيء في شيء على كل حالنا نجزو في هامبور لتأتمان دي سي جلسمو دي سي زافيسمو بالنسبة لأعادة تأهيل طريق البويرا برج بوري ريج أين وصلت الأشغال سيد الخالدي طريقة الطريق بين البويرا و برج بوري ريج كاين مقطعين شركات الإنجاز الآن في قدم واساق في المكان على كل سؤال أحوال جوية في هذه الأيام عطلتنا نوعنا لأن البوري باري كيك شوز بيش نحفره هكذا و تصبح تتوسع هذه الجهة بتاع الإهتراع دوك تفوت اجتهد إن شاء الله نسرعه في تهيئة الطريق تناولت بعض صحف اليوم تأهيدا وضعيات الطريق الرابط بين شلف الجزائي العاصمة على المساوعين الدفلة هناك مطبات كثيرة تساقل الأشجار أوراق كذلك شكرا تأتي في هذه الأمكان أعطينا وليات عندفلاو ومقطع صعير في ولاية البوليدة كذلك يعني كان بعض الإهتراعات إن شاء الله كان دفتر الشهورات اللي رننجزنا في هذه الأيام إن شاء الله في الصفاقات في الأيام القادمة إن شاء الله تُعطى للمؤسسات المؤهلة لإنجاز هذه الإهتراعات نعم، بالنسبة لطريق السيار أحد المستمعين يسأل طريق السيار شلف تنس مجمد شلف تنس مجمد مجمد لأنه المؤسسة هي اللي طلبت على كل حال باش تحبس الأشغال وتتجنب وإحنا رأنا في دراسة مع وزارتنا باش نشوفوا هذا الطريق كيفاش يعني نعم يعني نتخلصوا من هذه المؤسسة اللي هي اختلت على كل حال بشروط في تفضل الشروط ونفتخ معها العقد إن شاء الله على حسابها ونأمل إن شاء الله إلى مناقصة جديدة تسخير إمكانيات وطنية إن شاء الله لإنجاز هذه الأشطاء نعم، لدينا إمكانيات وطنية شركات الوطنية أيضاً أين وصل مشروع تجهيز طريق سير محطة الخدمات وفضاء التراحة ومختلف أنظمات الاتصال ومراقبة الأم سيد محمد الخالدي طريق التهيئة محطة الخدمات محطة الخدمات على كل حل الدفع الآن الإشغال يعني في الأشطاء الثلاثة وصلت حوالي ثنين وسبعين في المياه في الثلاثة عرف التأخير في هذه المدة الأخيرة على أجل على أجل بعض التهيئات المالية لهذه الأخير وكذلك بعض العراقيل في نفو دي بروجيسي دي كونتراند ستنطلق الأشغال إعادة الإتراقاتها في هذه الأيام إن شاء الله نعم بالنسبة لأنظمة الدفع التي سيتم اعتمادها سيد محمد الخالدي لأنه نرى الآن أنه في عبارة عن سيد باريار أنه هناك حواجز ربما الدفع سيكون آلي في حين أن بعض الدول الآن تعتمد على التكنولوجيا عبر الساتيليت هناك شريحة توضع فقط في جهاز سيارة ويتم الإختطاع آلي هل يتم التفكير في ذلك في الجزائر؟ نعم فكرنا في هذا على كل حال نعم فكرنا في مرحل في أدعاء مراحل ينفوذ الأشغال هذا التكنولوجيا تكون أنجزت في بكاملها يكون عندنا ست شهر كي نديرو التجربة التجربة مع الاجزاء جيدة وتوروت متى يتم الانتهاء منها؟ إن شاء الله مع الثلاثة الثانية من العام الجيش ستنتهي إن شاء الله هذو رحو تدريجين في التدريجين يكون هناك كيف يسموه مع المعاليز الجزاشي كان عندنا مواصفات كل حال يقدر يدفع مباشرة المغطن يدفع ويحسب المسافة التي يحتاجه ويأتي عن المغطن في مواصفات ويحسب الوطرة ويقوم بإطلاق المغطن يدفع ويقوم بتدريجين ويقوم بعمل الطريقة تقليدية وطريقة الثانية أنه يكون فيه ديكات مع البونك إكسيترا يدفع براكات تتعوه وإن شاء الله سنسعى إلى تطبيق المرحلة الثالثة أنه الإنسان كل حاليا عندما يفوت على طريق السيار كيندي دي تكتير تعليل المساج ويفوت مباشرتي يتنحلوا من لكونت تتعو مباشرتي بلا ما يحبس التركيز الآن على تقديم خدمات نوعية بالنسبة على المساوى الطريق السيارة؟ إفكتيمون الآن نركز على تقديم خدمات نوعية في كل الأشطر وتتم تهيئة الطريق إن شاء الله بكملة نعم نحن في شهر رمضان نستعملوا الطريق أيضا يكونوا بحاجة أكثر إلى الراحة هل هناك مخطط خاسم وجه ظاهرة التعب وأنه عاس في طريق السيارة سيد محمد خالد؟ في هذه الأيام الأخيرة درنا حصة تحسيشية على المناطق الشرقية والغربية والوسط مع الإخوة من الدرك الوطني وكذلك البروتكسون سيفير وكذلك مع النفطة ودرنا لكل حال دراسة مع بعض وحسنا المواطنين كيف يشيق على كل حال في رمضان بدون حوادث بالنسبة للإنارة العمومية فقط باختصار سيد عمسو طرق السيارة الإنارة العمومية في الطرق السيارة ما كاش إنارة عمومية عامة على مسار الطريق إنما في المحولات تكون إنارة عمومية حتى يعرف للوزاجية على كل حال وصل لنشوانجار يكونوا دي بانوا ميسا شفاري عمل باش يقدر يتجهل أي مكان بها نعم شو كان جزيلا لك موديل عام الجزارية طرق السيارة سيد محمد خالد يعني كل هذه الإطراءات التي أفت بها المستمع الكريم شو كان جزيلا لك الله يسلمك وبيعا وكم برك الله فيكم وفيك بركة شكرا مستمعين إلى اللقاء